السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عامنين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة حلوة او من اكلات العيد. هنعمل النهاردة طاجن تركي. طاجن تركي ده حاجة كده ولا اروع من كده. هنعمله باللحمة والخضار. وكمان العش على الوش كده طعمه لازيز جدا جدا. ورحة اللحمة والخضار في الطاجن طحفة. بازن الله هتجرب الطريقة بتاعتي وهتعجبك جدا جدا سهلة وبسيطة. ما بتاخدش وقت خالص. يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف الطاجن الجميل ده عملنا ازاي? اول حاجة معينا الطاصة على النار. حط فيها معلاء السمنة تسخل معنا. وبعد كده هكون مجهزة معي اللحمة. بالنسبة اللحمة انا جبتها بتستيه بسرعة. يعني القطع اللي انت بتجي بيها بتقولي للجزار. ازا كنت عايزيها للخضار او عايزيها للشربة. فانا طبعا جايبها للخضار فقلت لنا عايزيها للخضار. وكمان قطعتها كتا صغيرة كده. عشان ما تاخدش برضو سوى معي. يعني ان شاء الله فورتين كده وتستيوى معي على طول. هنا طبعا حطيت عليها البهارات من كل حاجة نص معلاءة صغيرة. نص معلاءة صغيرة في الفل اسود ونص معلاءة صغيرة كسبرة ونص معلاءة صغيرة بهارات اللحمة. وهقلبها بالشكل ده على نار عالية زي ما قلتلك. اهو هفضل اشوح فيها كده يعني لمدة اربع دقايق هي تشويح على النار. بالشكل الجميل ده. لو اللحمة نزلت منك سنة مية متقلاقيش هي تشربها تاني منها فيها كده زي ما انت شايفها. بعد كده بما شوحتها لمدة زي ما قلتلك تلات دقايق اربع دقايق. شلتها في الطبق ومكان اللحمة روح تحطي البطاطس. طبعا بطاطس كنت مقطعها مقعبات وغسلها كويس جدا. ومصفيها. وحطيت عليها كمان بصلاية كبيرة مقطعها مقعبات وحطيت عليها كمان معلاءة كبيرة توم. وهقلب كل ده على بعضه كده. في السمنة اللي احنا كنا حطينها بتاعت اللحمة والبهاريس كيلا نزلت من اللحمة. مدية طعم تحفل البطاطس. وكمان احنا كده كمان بنشمع البطاطس عشان خاطر ايه? لما نحطها في الطاجل ما تتهرش مننا. كده خلاص قلبتك تقلبتين على النار. هحطها بقى في الطبق. وتعالي نرجع تاني على البتو جاز. نحط الطاصة وحطيت فيها نص معلاءة صغيرة سمنة. وبعد كده حطيت عليها اللحمة وحطيت الطماطم. عشان اللحمة بتاعتك خلاص دخلت في السيوة. تمام? لو انت اللحمة بتاعتك نية مش هتحط عصير الطماطم. هتحط مية شوية بشوية لغاية اللحمة تستوي معيك. وبعد كده حط عصير الطماطم. تمام? انا بالنسبة لي اللحمة كده خلاص في السيوة كده اصلا طرية جدا ومستوية يعني. فحطيت عليها عصير الطماطم. وهي هقلبها بقى تقلبتين كده. وهسيبها على النار علي. او ما تغلي ههد عليها النار واسيبها تتسبك برحط اللحمة مع السلسة. هنا بقى هنعمل بقى ايه العش بتاعنا العش التركي. اللي بتحطي كده على الطاجن كده وبيدي شكل وطعم وريحة وبيكتم كده البخار بتاع اللحمة والخضار بيخلي جواه الطاجن كده حاجة كده ولا اروع من كده. العش بتاعنا اللي هو عبارة عن كوباية دقيق معلها صغيرة خميرة معلها صغيرة سكر ومية دفية بس كده. وطبعا كان معانا برضو معلقتين زيت بس معلقتين زيت المقطع ده تحزف مني. اثناء وانا بحط كده المقدير. هجيب بقى المية الدافية وحط شوية بشوية كده واجيب المعلقة وابدأ بقى لمي العجينة بتاعتي. تمام بالشكل ده كده. شوية بشوية. ما نحطش المية مرة واحدة. طبعا احنا مش حطين اصلا كمية دي كتير يعني عشان تحتاج مية كتير. وهبدأ بقى لمية كده بادية احسن كتير من معلقة. وبعد ملمها وحاجة بقى حطة ايه اه دي كده على روخامة. وابدأ بقى عجينها بقى لمدة خمس دقايق. يعني مش عايزة عجن كتير من القطع اصلا صغيرة. فهي دوبك خمس دقايق كده ان شاء الله هتتلمي معي على طول. وكمان ايدي هتنضف كده من العجين. اعرف كده خلاص ان العجينة بتاعتنا بقت زي الفل وايه? ويعني كويسة معينا. وطرية وكل حاجة. اهو. خمس دقايق بس كده افرت كده ولمي كده بالشكل ده. هتلاقيها نعمة معاك. وبص ايدي نضفت ازاي من العجين. والارضية كمان نضفت خلاص من الدقيق. كله زي الفل. حطيتها في الطبق. وروح تجاه دهنها بالزيت. وبعد كده هجي بكيس استيراتش واغطيها. وهي هسيبها لمدة ربع ساعة. تمام? ربع ساعة بس كده تخمر ان اصلا الجو يعني حر وكده فمش تاخد وقت. وخلال ربع الساعة كده برضو اللحمة على النار زي ما انت عارفة. اه اللحمة مع الصلصة سايبينها على النار. على نار هادية جدا. وبعد ربع ساعة ان شاء الله نرجع مع بعض ونشوف بقى العيش ونشوف كمان اللحمة. رجعنا بعد ربع ساعة زي ما انت شايفة كده ان طبعا كنت مهديا النار عليها. عشان اللحمة كمان تكمل السوا بتاعها. وكمان تسبك كده مع الصلصة. فبقت زي الفل ها زي ما انت شايفة حطيت عليها بقى الفلفل. وبعد كده حطيت عليها البطاطس. واحطت عليها كمان كباية مية. وهسيبهم بقى مع بعض كده ياخدوا غلوتين كده مع بعض. والمرح كمان زبطة ها. بس مش احطي بهارات ان انا حطى بهارات اصلا في اللحمة. وبعد كده حطيت البطاطس مكان اللحمة فاخدت برضو الطعم بتاع اللحمة. فبصراحة ريحتها تحفة جدا. والله العظيم يا جماعة ريحتها فعلا تحفة. هنا بقى اغطيها واسيبها بقى تغلوتين كده تلاتة. وبعد كده بقى نروح نشوف الطاجن بتاعنا نجهزه. الشكل الجميل ده كده. هجيب بقى خلاص كده ايه الخضار بتاعنا كده هو خد غلوتين تلاتة هوت زي ما انت شايفة كده والبطاطس مستوية معانا واللحمة مستوية معانا. خلي بالك من النقطة دي لازم الحاجة بتاعتك تكون مستوية. اوفض الله تكية بسطة جدا. اللي احنا هنحطها في الفرن لمدة ربع ساعة مش اكتر من كده. تمام كده. وبص الخضار بتاعنا ما شاء الله البطاطس ولا تهارت ولا حصل لها اي حاجة زي ما هي ازاي. عشان خاطر شوحنا كده للبطاطس مكان اللحمة في الزيت وشمعناها. فبقت جميلة جدا. كده خلاص انا زبطتها. لو انت حاسة بقى ان البطاطس انا عملاها كثيرا عن اللحمة. انت ممكن تخلي المعيار بتاعك واحد. يعني انا عملا نص كيلو لحمة على كيلو بطاطس. انت ممكن تخليها كيلو لحمة على كيلو بطاطس. تمام? يعني عايد زوج زمان انت عايزة وقليلي زمان انت عايزة براحتك خالص الحاجة دي بتاعتك انت. كده زي الفل لهوت طاقن كده خلاص جاهز معنا. تعالي بقى نشوف العيش. بس طبعا قبل ما اشوف العيش. هروح اشغل الفرن عى درجة 200. ومشغلا من تحت بس. عشان يسخن كده معنا. ان العيش طبعا بياخدش وقت في الفرد. هنا العيش اهو خمر معنا زي ما قلت لك بعد ربع ساعة. هروح احطك كده على الخيمة شوية دقيقة عشان افرد بقى العيش بتاعي كده. بصيه ما شاء الله عليه طري. بتفرد معنا بكل السوري. يعني لو عندكش نشابه. ممكن تفرد بقى ديك عادي خالص. اهو. تمام? بس انا بقى هديله فردة كده بقى داية فرد ازاي. هديله فردة كده بقى اي حاجة كده. وبعد كده بقى رح احجاي بقى حطاه على على الطاجن ونغطي الطاجن بتاعنا. تمام? هحط بالعجينة بتاعتي كالعيش وهجاي بقى اي قد بالضبط. كل الزيادة دي هلمها. ومش رميت على فكرة الزيادة دي. انا رح تجاي لفتين عجنتها. وبعد كده حطتها في في الفرن وعملتها عيش. اهو. وبعد كده جبت بقى شوية لبن كده كانوا عندي. رح تجاي بقى اي ملمع الوش كده. عشان خاطر يتحمر معنا ويبقى شكله حلو. لو انتي معندي كش لبن ممكن شوية صغيرين جدا. حاجة بسيطة. وتروح برضو جاي ملمع كده برضو. بس عن الافضل يعني والاحسن يكون ايه لبن. ايه نقطة لبن يعني مش حاجة. بعد كده بقى جبت بقى ايه الحبة السودة دي كزا ما انت شافاها حبة البركة. وروح تجاي رشها عليها كده بيدي طعم حلو اول العيش. هنا بقى خلاص ادخله الفرن بقى طوعة زي ما قلت لك الفرن سخن. فادخله وفدل معي ربع ساعة مشغل الفرن من تحت كده. وبعد كده وحتجاي فتحة الشوية يعني تلات دقايق بس كده. يضبك حماري الوش بتاعي وبص بسم الله ما شاء الله زي الفل كده زي ما انت شايفاها وشكله جميل ورحته والله العظيم مش قادر اقولك على رحته. فعلا رحته جميلة جدا جدا والعيش طعم وطحفة. طبعا اللي عيش بقى انت لو عايزها طريعا كده هتروح جاية بالبخاخة بتاعت المية رشة كده العيش مية وتروح جاية مغطية بالفوطة. انا طبعا ما عملتش كده كنا مستعجلين بقوا وعايزين نتغدى والكلام ده كله. فارحت جاية على طول ورا حطيت مية على العيش ولا اي حاجة. احتجاي على طول غرفة كده بالشكل ده. تمام. وغرفت في الطبق. ودي الغدى بتاعنا النهار ده بجد اكلة جميلة وحلوة قوي ان شاء الله تعملها في العيد. والله العظيم بجد يعني ضحفة تعجبت جدا ان شاء الله. يا رب الوصفة بتاعتي الكون عجبتكم سهلة وبسيطة وكل سنة وحضراتكم طيبين. وما تنسونيش بالله عليكم باللايك دايما على الفيديوهات بتاعتي. وتدعموني دايما بالكومنتات الحلوة. ربنا يسعد قلبكم يا رب. وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.